اهلا بكم تحدث التقارير الاعلامية محلية عن تحركات عسكرية امريكية على طول الحدود العراقية السورية وحديث عن تغيير الوضع السياسي القائم في العراق اذ دفعت القوات الامريكية خلال ايام الفائتة بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة القائم المحاذية لمدينة البوكمال السورية على امتدال نهر الفرات وبينما يؤكد الخبراء العسكريون ان الهدف المعلم من هذه التحركات الامريكية الاخيرة هي حماية مصالح واشنطن فقط من التهديدات المحتملة وان يعادة التموضع العسكر الامريكي لا يقتصر على العراق فقط بل يشمل معظم منطقة الشرق الاوسط يتحدث اخرون عن ان واشنطن ربما بصدد تغيير الوضع الحالي في العراق وهو ما اعتبره المراقبون والناشطون العراقيون نوعا من عملية التخدير للشعب العراقي واغراقه في حلم ووهم التغيير القادم من خارج الحدود وما على العراقيين سوى انتظاره وهو قادم لا محالة بحسب هؤلاء المروجين دوافع التحركات العسكرية الامريكية في العراق والسوريا وحقيقة نوايا تغيير النظام السياسي القائم في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها عدة اسئلة ما الهدف من الترويج بين الفينة والاخرى عن نوايا امريكية لتغيير الوضع السياسي القائم في العراق ولماذا تفكر الولايات المتحدة اصلا بالتغيير السياسي في العراق ما دامت مصالحها مصانة ومشروعها ماض في مساره وهل فعلا ان الولايات المتحدة تجد نفسها اليوم ملزمة باعادة ترتيب اوراقها في العراق بسبب التمدد الايراني الذي حوله اي حول العراق الى حديقة خلفية لسياسات طهران في المنطقة لكن الا تعد مثل هذه الاشاعات والدعايات نوعا من صناعة الوهم وتخدير للمجتمع العراقي وثنيه عن اي تحرك وطني شعبي ضد النظام الطائف الفاسد ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبدالوهاب القصاب مثنى عبدالله طالما ان مشروعها في فوضى الشرق الاوسط مستمر وان العراق نقطة ارتكازه الاساسية فلن تغادره او ترفع يدها عن مسرحه السياسي حتى ولو مضى على احتلالها له عشرون عاما او يزيد امريكا وفي ظل اعادة الحديث عن بقاء جنودها في العراق او رحيلهم عنه تثير التساؤلات والتكهنات مجددا عندما زجت بقوات اضافية في العراق وشهدت القواعد التي تحتلها في عين الاسد في الانبار حراكا عسكريا يشمل العربات القتالية والطائرات ويأتي هذا الحدث تزامنا مع حراك دبلوماسي مكثف قامت به السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانيسكي ولقائها مسؤولين وقادة احزاب للتباحث بملف التعاون الامني والعسكري وفيما يبدو التحرك الامريكي العسكري رسالة تأكيد على بقاء جنودها في العراق كثرت التساؤلات حول سبب هذا الحراك وتداعياته على الصراع مع ايران او تأثيره على المشهد السياسي حتى ان بعض المتابعين رأوا ان واشنطن تريد ان توحي للعراقيين بانها يمكن ان تلعب دور المخلص لهم من فساد الاحزاب وصطوة الميليشيات وكذلك ازالة الكابوس الايراني عن صدورهم لكن الذي يعي السياسة الامريكية يدرك انها منذ ايام الاحتلال الاولى كانت تمثل دور رسول الديمقراطية للعراقيين ولم تتوقف يوما عن اظهار امتعاضها من المشروع الايراني وفي النهاية لا توجد نتائج ولو كانت هناك نية امريكية للقضاء على ميليشيات ايران وازالة العملية السياسية لتم ذلك في عهد دونالد ترامب الذي كان يظهر عداءه الشديد للمشروع الايراني الحراك العسكري الامريكي في العراق متعلق بالظروف والمتغيرات المحلية والاقليمية ومنطلق من سياسة ثابتة تتمحور حول مصالح واشنطن التي لا يمكن ان تلتقي مع مصلحة الشعب العراقي باي شكل من الاشكال بينما يقول الناشطون العراقيون ان اشاعة مثل هذه الاخبار في مواقع التواصل الاجتماعي عن تحركات عسكرية امريكية تأتي في سياق تخدير الشعب العراقي وايهامه ان التغيير سيقوم به الامريكيون وهو وهم عمره عدة سنوات اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار والتي ستبحث في حقيقة الدوافع او دوافع التحركات العسكرية الامريكية في العراقي وسوريا والحديث عن نوايا امريكية لتغيير الوضع القائم في العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي والدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للدراسات وابحاث السياسة واشنطن وسيكون معنا من نيويورك عبر اسكايب الدكتور مثنى عبدالله استاذ العلاقات الدولية اهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا اياكم الله دكتور مثل هذه الدعايات دكتور رافع العفو نبدأ معه مثل هذه الدعايات او الاشاعات او المقاطع الفيديوية تظهر بين الفينة والاخرى وظهرت ايضا قبل فترة ان الامريكان بصدد تحركات هنا هنا عادة تموضع تغيير الوضع القائم في العراق السيطرة على الحدود مع السوريا والعراق لتحجيم او تصدي للميليشيات الايرانية ما الهدف من ترويج مثل هذه الاشاعات او الدعايات بسم الله الرحمن الرحيم السلام ماجد وحييك وحيي ضيوفك الكرام اهلا وسهلا اضع النظر عن ان الامريكان يتحركون او لا يتحركون موجودين بقواعدهم يخرجون من قواعدهم ويدخلون هذه جزء من مهمات عسكرية هم يعرفونها لكن بالنتيجة نحن نتساءل جميعا اذا كان الوضع مثل ما تقول الاشاعة ان امريكا ماضية الى تغيير الوضع في العراق والقضاء على الميليشيات والسيطرة عليها او انهاءها نتساءل كلنا لماذا يعني هي امريكا التي جاءت الى العراق ماذا ارادت من العراق هل ارادت ان تبني دولة ديمقراطية مزهرة متطورة قوية ثابتة على الارض ام ارادت ان تخلق فوضى وتخلق بلدا منهارا الحقيقة هي ارادت ان تصنع بلدا منهارا وهذا الوضع الان اللي موجود في العراق جزء من الهدف الامريكي وهذا الهدف الامريكي ثابت لماذا ارادوه يعني بغض النظار ان البعض كان يقول انه النفط كان هدف معين من احتلال امريكا للعراق قبل يومين اقرأ في احصائية كم امريكا تستورد من النفط من العالم امريكا تستورد من النفط من العالم دعش بالمية فقط ومن الدعش بالمية لا يتجاوز اثنين الى ثلاثة بالمية من منظمة اوبك بما ضمنها العراق ودول الخليج كلها اثنين الى ثلاثة بالمية حجم النفط اللي تستورده امريكا اذا النفط خليه خارج القوس اذا هي اهداف لديها في المنطقة اهداف اولا من اسرائيل ثانيا التطبيع مع اسرائيل تطبيع الدول الخليجية مع اسرائيل وثالثا الملف النووي الايراني هذه الثلاثة اهداف اللي موجودة في المنطقة والعالم هذه لا تستدعي من امريكا ان تعيد العراق الى ما كان عليه او تلغي كل هذه الفوضى التي التي حصلت بغض النظر عن الذين يقولون ان امريكا اخطأت في العراق وكذا انا لا اعتقد ان امريكا اخطأت امريكا فعلت ما تريده والوضع الان في العراق هو مثالي بالنسبة لامريكا وامريكا لن تغير هذا النظام لن تغيره لذلك عندما سئلت السفيرة الامريكية هل انتم في صدرة التغيير قالت هذا متروك للشعب العراقي هي تعرف ماذا تقصد وهو فعلا متروك للشعب العراقي الشعب العراقي اذا اراد ان يغير هو من هو يسكل الموجة الكبيرة التي تقضي على كل هذا لا امريكا ولا غير امريكا امريكا لا يهمها ان تغير ما في العراق يعني الوضع هذا اللي موجود في العراق نموذجي بالنسبة له هذه الفوضى والخراب والدمار اذا شعب العراقي اراد التغيير امريكا ستعيد هذه الخطوة ادعمها اعيدك الى عام 2019 عندما خرجت ثورة الشباب في عام 2019 ماذا فعلت امريكا هل ايدت هل ايدت الشباب من مقفض ضدهم ام ايدت الحكومة التي كانت موجودة ام ايدت النظام والعملية السلاسية التي كانت موجودة وسكتت عن قتل الشباب وسكتت عن قتل الشعب العراقي القضية لا تعد عن ان امريكا تريد مصالحها ومصالحها تأمين اسرائيل العراق يجب ان يبقى ضعيفا وهذه القضية يجب ان تنتهي ودول الخليج وغير دول الخليج كلها جزء من هذه اللعبة التي في المنطقة كلها وجزء من معادلات خاصة لدى امريكا العراق ليس في وارد ان تغيره امريكا وتعيد ما خسرت عليه ثلاثة تريليونات ربما ربما يعني يقال ان المبلغ الذي صرف على الحرب من عام 2003 لحد الان اكثر من ثلاثة تريليون دولار الان وقتله وهذا القرابة الذي حصله الان تعيد البناء انا لا اعتقد هذا دكتور عبدالوهاب قصاب هناك من يتحدث ان التحركات الامريكية العسكرية تحركات باتجاه سوريا قادمة من سوريا سيطرة على الحدود ولم يكن هدفها ربما تغير النظام لا في سوريا او في العراق لكن حقيقة لها هدف معلن على الاقل وهو قطع الطريق على الميليشيات الموالية لايران قطع الامدادات بين العراق وسوريا وصولا حتى الى حزب الله اللبنانية هل تمتها مؤشرات على تحرك بهذا الاتجاه تحرك امريكي شكرا جزيلا حقيقة السؤال يعني يحتاج شيء من التمعن والتبصر في آليات الانفتاح الامريكي في المنطقة دعم دعنا 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 نشوف سوريا دعنا سوريا عبارة عن قطاعات مختلفة ومتصارعة فيما بينها سواء كانت داخلية القوى الداخلية يعني قوى المعارضة السورية قوى النظام الأكراد في سوريا هذه ثلاثة قطاعات تتصارع فيما بينها والقوى الخارجية التي هي أربع روسيا كيان الصهيوني إيران والولايات المتحدة نعم تركيا موجودة ضمن يعني مجالها تتحرك ضمن مجالها الحيوي الموجود في الشمال الذي يعني هدفه الأساسي والنهاي حماية الذات طيب الولايات المتحدة وروسيا الآن هذه القوتين الدوليتين يعني القوتين الدولية الكبريات الموجودات الفاقية العالية هو الوجود الروسي الراجح موجود في المنطق الوجود الأمريكي موجود في قطاع معين بشكلي الشكل الأول هو الوجود الأمريكي الفعلي الوجود الأمريكي الفعلي في سوريا لا يتجاوز 900 مقاتل وطبعا عندهم حلفاء أمريكا هم القوات السورية الديمقراطية القصية الأكراد وبعض القبائل العربية الموجود ورأت أمريكا في المرحلة الأخيرة أن تعمل أو تشتغل على القبائل العربية بشكل مستقل تحاول أن تخلق منها يعني نوع من الذاتية التي تتصرف وفق دوافع تشمل مصالح هذه القبائل فإذن عندنا الآن هذا شيء يعني شيء من الاختلاط في السورة القوات الأمريكية كما قلت وهي موجودة ضمن حقوق النفط وحقوق الغاز على الأقل موجودة في المنطقة الشمال يعني من شرق 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 سوريا تعرضت هذه القوات بالفترة الأخيرة لضربات موجهة من قبل الميليشيات الإيرانية الموجودة على الأرض السورية ورأت في هذا التحرك الولايات المتحدة تهديدا لأمن مواطنيها ونحن نعلم أن أي رئيس أمريكي لا يتحمل أن يسفك دم أمريكي مواطن أمريكي خارج الولايات المتحدة دون أن يتصده إذا لم يتصده هذه حتى يمكن أن يحاسب بأنه فرط بدم هذا المواطن الأمريكي ولذلك الآن وصلنا إلى خلاصة أو نتيجة أن تحرك الولايات المتحدة سينصب على منطقة سوريا لتأمين الأمن الذاتي للقوات من ناحية وتحجيم مصادر النيران التي تنطلق من مناطق معينة في ديرزور أو في البكمال التي نجحت إيران في أن تخلق فيها قواعد يمكنها أن تتصدى مسلحة من ناحية أخرى خط إمداد هذه القواعد يمر عبر الإراق والظهير لهذه القوات الإيرانية أنا أقصد هو ميليشيات ذيلية إيرانية موجودة على الأرض السورية عراقية الأساس وقوات من الحرس الثوري الإيراني طيب العمق هذه القوات والخطوط الإمداد تمر عبر العراق لذلك لأجل أن تعمل على تأمين القوات الأمريكية في هذه المنطقة عليك أن تسيطر على خط الحدود العراقي السوري وأنا أظن العملية الراهنة التي نحن بصدد مناقشتها سيكون هدفها تحديدا هو مسك الحدود العراقية السورية من منافذها التي لم تعود لم تعود الآن في يد الولايات المتحدة ولذلك ستتحرك عليها أيضا بمحورين باتجاه الآن من أقصى الشمال أقصى من قار البطل الذي هو يشكل نقطة حدود العراقية السورية التركية على نهر دجلة منطقة القامشلي تحديدا نزولا إلى منفذ اليعربية الذي هو تلكوتشك سابقا الذي هو ربيعة من الجانب العراقي واليعربية من الجانب السوري هذا أيضا منفذ تسفيد منه إيران منفذ التنف ممسوك أمريكيا بقوة بقى عندنا المنفذ الأخير الواهن جدا والذي عملت عليه إيران كثيرا هو منفذ البوكمان القائم وإذا لك ترى أن الحركة هي باتجاه باتجاه خلق ظهر ساند من الجانب العراقي في القائم والإشارة ربما إلى القبائل العربية وهناك القيادات وكذا تعاونوا مع الأمريكان لكي يشكلوا هذه القوات والإشارة للقبائل العربية تطوق هذه المنطقة وإن اقتضت الضرورة الضرب فتضرب الفاعلين على الأرض باختصار دكتور نعم أو باختصار تأخرنا على ضيفنا من نيورك يعني يعني يقول هذا إذن دعنا نتحدث الآن أن هذه العملية هي بالتحديد التي تجري حاليا وأنا أظن أن هذه العملية قد تم تبليغ جانب العراقي بها طريقين الطريق الأول هو الوفد العسكري بالرئاسة وزير الدفاع الذي كان موجودا في واشنطن والخطة الثانية شفنا قبل شوي السفيرة الأمريكية وكان واضح على وجه هذا السوداني لكن الأمور لن تصل إلى عملية قلب النظام تغيير النظام لا في العراق ولا في سوريا أبدا أبدا أشكرك نتحول إلى ضيفنا في نيورك دكتور مثنى عبد الله أستاذ العلاقات الدولية مساء الخير دكتور مثنى مساء الخير دكتور هناك من يقول أيضا في ضو هذه التحركات العسكرية الأمريكية وهناك طبعا نبرة تفاؤل من البعض أو بناء آمال عريضة على هذه التحركات أنه البللات المتحدة الأمريكية الحقيقة تجد نفسها ملزمة بيعادة ترتيب أوراقها في العراق لأنه والأمر غير مقتصر على العراق بعد أن اختطفت إيران العراق وحولتها إلى حديقة خلفية لسياساتها وكأنه أزاحت إيران أزاحت أمريكا التي قدمت كل هذه التضحيات وأيضا التضحيات مادية وبشرية يجب أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتحرك تعتقد أن مثل هذه الرؤية أيضا صائبة ودقيقة في تشخيص أو شرح ما يجري في العراق الآن وسوريا الحدود أقصد تحياتي للجميع أنا فهمت أن الموضوع الرئيسي لهذا النقاش هو نية الولايات المتحدة الأمريكية بقلب نظام الحكم في بغداد أنا أعتمد في التحليل على المؤشرات المؤكدة والمؤشرات غير المؤكدة أنا لحد هذه اللحظة لم أسمع أو أقرأ مؤشرات مؤكدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموضوع وبالتالي عندما تتحدث مساعدة نائب وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وتنفي جملة وتفصيلا هذا الخبر هذا بالنسبة لي مؤشرات مؤكدة لا توجد مؤشرات يعني مؤكدة عندي حكس ما تقوله هذه ثانيا النظام السياسي في العراق هو نظام أمريكي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية وما زالت راضي عليه حتى هذه اللحظة ثالثا يرتبط النظام الحالي بغداد مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاقية الاستراتيجية في عام 2011 واتفاقية مخرجات الحوار الاستراتيجي في عام 2020-2021 ثم هناك وثيقة أخرى في عام 2014 عندما استدعى رئيس الوزراء السابق المالكي القوات الأمريكية وفرضوا عليه حماية حصانة القوات الأمريكية ثم توصلوا إلى اتفاق أنه كل القوات الأمريكية تحمل إشارة دبلوماسية حصانة دبلوماسية إذن كل هذه المؤشرات في الحقيقة بالنسبة لي كمحلل أنه مؤشرات مؤكدة على عدم موجود تغيير في النظام السياسي هذا الجانب الجانب الآخر أنه تحركت دولتان من جوار العراق حليفتان للولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة سنوات وطلبتها من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي أنه تغيير النظام في العراق أو على أقل تقدير أنه تغيير المنهج الضغط على الحكومة في بغداد لكن الولايات المتحدة الأمريكية أجابت بصورة واضحة وقاطعة اذهبوا إلى بغداد وانفتحوا على بغداد وقيموا علاقات اقتصادية وسياسية وأنتم بهذه التحركات سوف تأمنون شر هؤلاء عندما بعد ذلك لن يحصل عليكم تهديدات للأمن القومي المصر الرئيسي لهذه الفبركة أو لهذه الإشاعة في الحقيقة هناك دكتور قبل انتقال الفبركة وحتى الإشارة أو نقطة متروح من عدنا أشرت إلى أن واحدة من المؤشرات التي تستند إليها في عدم نية الولايات أنه مواصل حباري وانا دكتور ما سمعتش يقول دكتور مظنة وياي أقصد أنهم تطيني مجال لا لا دقيق أنطيك مجال بس هاي نقطة حتى ما تُعبر وتروح لأنه مهمة واحدة من المؤشرات التي تستند إليها أن الولايات المتحدة الأمريكية نفت في تصريحات رسمية أن نية تغيير الوضع في العراق الحقيقة قبل عام 2003 الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة الأخيرة كانت تنفي نية غزو العراق أو تغيير النظام أو إسقاط النظام أو المجيء إلى العراق ومع ذلك شنت حرب وغزو ويعني احتلت العراق هل تعتقد أنه ثمت تعويل أو استناد أو تصديق لتصريحات رسمية أمريكية عن عدم التغيير لا يعني معي احترامي إلى هذا الرأي الذي يطرح الآن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقول بأنه لا بد من إزالة النظام لا بد من تغيير النظام وحاول تغيير النظام في 1991 لكنها توقفت عند حدود معينة ثم بدأت بمحاولات وأبرز محاولات هذه المحاولات هو جمع المعارضة يعني كان هدف ومؤتمرات المعارضة كان كلها نتائجها أنه تغيير النظام إذن يعني موضوع التعويل أو التعويل أنا أتحدث بصورة علمية عن المؤشرات المؤكدة والمؤشرات غير المؤكدة لم تحصل لدي مؤشرات المؤكدة ثم كما قلت بأنه النظام السياسي نظام أمريكي ويرتبط بمعاهداته مع الحكم الحالي ثم أضفت على ذلك ماذا قالت الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها عندما قالوا بأنه بغداد تهدد أمنهم القومي ما أقصده أو ما أريد الذهاب إليه إن هذه الإشعاعات التي تطرح في الحقيقة تطرح من قبل أطراف من قبل أطراف ذهبوا إلى أو اتصلوا بالولايات المتحدة الأمريكية أطراف عراقية تعرض العملية السياسية اتصلوا بالولايات المتحدة الأمريكية وقالت لهم الولايات المتحدة الأمريكية بالنص عليكم أن تذهبوا إلى العملية السياسية ونحن الضامنون لكم وسبق أن رأيتم عددت لهم فلان وفلان كيف كانوا متهمين بالإرهاق ثم انضموا إلى العملية السياسية ونحن من حميناهم ونحن من حققنا لهم الحصانة السياسية هذه الأطراف العراقية في الحقيقة بدأت تثرثر لذلك تجد أن هذا الخبر مضروح في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي ليست مصدراً مصاناً ورصيناً للاعتماد عليه قبل أربع سنوات تحرك العديد من الجهات الأطراف السياسية العراقية المعارضة للعملية السياسية على الولايات المتحدة الأمريكية وقالت لهم بالنص مكانكم في العملية السياسية ونحن من نضمن لكم حتى عدد النواب في البرلمان العراقي هذا الكلام في الحقيقة ثانياً دعني أذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية فلسفة الحكم في الحزب الديموقراطي الأمريكي عدم التدخل بحروب خارجية وما زالوا يعيبون على الجمهورية موضعة التدخل في العراق وموضعة التدخل في أفغانستان ونحن جميعاً رأينا كيف انسحب الأمريكان من أفغانستان الحزب الديموقراطي يعتمد إثارة الملفات بوجه الحكومات التي يسمونها ماربة وإذا لن تنصع هذه الحكومات فهم يستخدمون اسلوب العقوبات الاقتصادية والعقوبات السياسية وهذا نطروح أمامنا بأكثر من مثال في الواقع نعم أشكرك دكتور أيضاً الذين يتحدثون أن الولايات المتحدة الأمريكية بصد التغيير يستندون إلى أن هذه التجربة الحقيقة فشلت فشلاً ذريعاً الأمريكيون أرادوا لهذه التجربة والتغيير العراق يكون نظاماً ديموقراطياً في منطقة محتشدة بالدكتاتوريات ووصلت إلى طريق مسدود واصطدمت بالحاط والوضع الحقيقي وحتى هذا النظام الحكم أصبح يعمل لصالح دولة أخرى على الأقل ليست على توافق مع أمريكا وهي إيران لذلك إن لم يكن تغييراً جذرياً لكن يجب أن تجرى تغييرات ما في هذا النظام هذا ما يستند إلى البعض في تحليله لهذه التحركات لا أستاذ ماجد يعني عندما أقرأ أو أستمع إلى ما قال كريس باتن وكان آخر حاكم لهونغ كونغ حدث عن أنه الخلل الذي يحدثته دكتور اسمح لي نقدر ناخذ فاصل حتى لا نشوه الكلام دكتور رافع نتوقف عند الفاصل بعد الاستئذان من الضيوف الكرام والمشاهدين ثم نعود ودكتور رافع يبدأ مداخلته من البداية أفضل إذن نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود برنامج مع الناس يبدو قضايا سياسيةً واجتماعيةً مختلفة معاناتنا ليس لإلها حال ما لا مثيل أبد بكل العرب نازل! 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 خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من الجدورها من المدرسة للشغل؟ من الشغل للمدرسة وما نقدر حالتنا تعبوا عندهم نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية خذاهم وما ندريها صار لهم أربع سنين ما ندريهم حيين طيبي نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في حقيقة وأسباب التحركات الأمريكية في العراق وسوريا وحقيقة النواة الأمريكية في تغيير النظام السياسي في العراق ضيوفة طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الوهاب القصاب والدكتور مثنى عبد الله أي دكتور رافع تفضل الحقيقة يعني أريد أن نتحدث عن باتن ما قاله وأيضا ما قالته شخصية أمنية مستشارة أمنية معروفة في أمريكا هي كريستين روز قالت لمجلة انترناشنال تريست الأمريكية المهم الاثنين تحدثوا عن الوضع الأمريكي والرؤية الأمريكية التي تحلل كل هذا الموضوع باتن قال أنه انتقد الولايات المتحدة على ما فعلته في العراق قال أنه خلقت فوضى خلقت عدم احترام لأمريكا أو عدم التزام بالقانون الدولي بسبب ما فعلته في العراق لكن لم يتحدث أن ما فعلته في العراق كيف يعني ما هي تداعيات ما حصل في العراق تدمير الذي حصل في العراق الوضع الخراب والدمار الفساد لم يتحدث تحدث عن الوضع الدولي كيف يمكن ترتيبه وتحدث وجاء حديثه لأنه يتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية وممكن أن تخرج عن السيطرة بهذه الطريقة والناس تتصرف مثل ما تصرفت أمريكا بضرب القانون الدولي وعدم احترام الأمم المتحدة بهذه الطريقة لكن لم ي وامريكا طبعا لم تزغي لذلك ولم تعلق على ذلك ولم يعني تحسب أي حساب لهذا الكلام هاي واحد الثانية عندما تحدثت كريستين روز قالت أنه لأمريكا أولويات وأهداف في منطقة الشرق الأوسط في المنطقة منطقتنا والعراق من ضمنها واللي هي تحدثت عنها الثلاثة اللي هي أمن إسرائيل تطبيع العرب مع إسرائيل والملف النووي الإيراني هذه الثلاث أهداف وهي ثلاث أولويات لديها وأولها أمن إسرائيل وما حصل في العراق من احتلال العراق هو لتأمين إسرائيل لحد الآن إذا تسألني نعتقد أنه الآن إسرائيل مؤمنة لكن بالحسابات الإسرائيلية والحسابات الأمريكية ليست تأمين مئة بالمئة يجب أن تصنع خطوات كثيرة لتأمينها وأولها التطبيع العرب يجب أن يوافقوا على فتح صفحة جديدة مع إسرائيل ويتعاونوا مع إسرائيل وطبعوا معها العلاقة وإذا ما تطبعت هذه العلاقة وانتهت سيكون هناك تحفيز لهم مكافآت لهم ويدفعون بهذا الاتجاه وشهدنا في هذه الفترة هناك خطوات باتجاه الخليج جزء من ما حصل للعراق هو بسبب إسرائيل العراق خارج المعادلة القوة الآن لكن هل العراق يعني ممكن أنه إذا عيد له نظام وطني ومشروع وطني ممكن أن يعود قابليته قدراته تاريخ القريب والبعيد هناك شكوك كثيرة الوضع الحالي وضع مثالي لكن يبقى وضع مثالي وحتى لو تغير الوضع وجاء نظام وطني مثالي لمن؟ مثالي لأمريكا وإسرائيل لكن حتى لو جاء وهذا يعني حتى الحديث حتى لا يفهم أنه إحنا نبث اليأس في نفس الناس نقول لهم أن أمريكا لا تريد أن تغير وخلص هذا النظام تبنت أمريكا وانتهى الموضوع لا الحقيقة هي أمريكا لن تغير وأمريكا لم تكن تستطيع أن تغير ما غيرته بالعراق لو كان الشعب العراقي غير قابل بهذا الذي حصل لكن غالبية الشعب العراقي وقفت والقلة الذين قاوموا ونعرف هذه القصة كنا فبالتالي التأمين تأمين إسرائيل لم يثبت مئة بالمئة هناك خطوات يجب أن تقطع وهناك تهديد حتى للخليج العربي وبالتالي أمريكا غير معنية أنه هذه التجربة بالنسبة أبداً أبداً فشلت وصلت إلى الطريق المسدود يعني هذا هو المراتي لذلك أقول فقط في هذه النقطة أقول حتى لو جاء نظام وطني الآن أمريكا لن تقبل به الآن لكن ستقبل به فيما بعد لو تغيرت معادلات داخل المنطقة العربية حصلت تطبيق حصلت علاقات مع إسرائيل أمنت إسرائيل حتى لو جاء نظام وطني في بلد واحد لن يستطيع أن يفعل شيء والطوق اللي حوله كله مع إسرائيل وفيه يعني علاقات طيبة وعلاقات اقتصادية وسياسية مفتوحة مع كل المنطقة ياد واحدة لن تصفق نعم دكتور عبد الرافة القصة بالحقيقة هناك من يقول أن هذه التحركات العسكرية في العراق وسوريا وعلى الحدود وقد أشرت أنت والدكتور رافع إلى شيء منها الحقيقة حقيقية لكن الغاية منها الضغط على إيران إشهار الهراوة ضد إيران بعد أن تجاوزت خطوط يعني كثيرة مرسومة جزء من عملية الجزرة والعصى هناك أيضا أموال أفرجت عنها الولايات المتحدة الأمريكية مقابل إطلاق صراح يعني أمريكيين ستة مليارات وهذه التحركات لإجبار إيران لجلبها إلى طاولة مفاوضات وإلى حسن ملفات وإخضاحها وإركاحها تعتقد أن هذا أيضا رؤية مقبولة؟ نعم حقيقة يعني هو بالضبط التعامل مع إيران بسياسة المتبوع والتابع وليس بسياسة الند يعني الولايات المتحدة لا تنظر لإيران على أنها ند لها حليف ند مثلا أنا يعني هناك مقولة بأن هناك شيء من التخادم بين السياسة الإيرانية والسياسة الأمريكية لكن الولايات المتحدة لا تعتبر إيران ندا لها لكي تتعامل معه على أساس الندية هي تعلم بأنها تفضلت على إيران بأن أطلقت يدها في العراق ولكن عندما أطلقت يدها في العراق ونالك الكثيرين من حذروا ثمت الكثيرون من حذروا الولايات المتحدة بأنكم لم تعوا العقلية الفارسية في التعامل مع الأمور وعليكم أن تكونوا أكثر حصافة في النظر لمن جلبتموهم للعراق لكي يكونوا هم حلفاء إيران قبل أن يكونوا حلفاءهم والأيام ستثبت هذه رسائل أرسلت إلى إيران في مراحل معينة الآن الولايات المتحدة دعني أقول أنها بين نارين بين أن تؤمن تدمير العراق أو تفكيك العراق أو تديم تفكيك العراق لصالح الأمن الكيان الصحيوني من جهة وهناك شيء آخر تأخذه الولايات المتحدة بعين الاعتبار وهو موجود في دراسات العديد من مراكز البحوث الأمريكية حتى عشية الغزو بأن الضد النوعي في الشرق الأوسط الذي يمكن أن يوقف إيران عند حدها هو العراق فإذن هل أن عليها أن تديم هذا الضد النوعي لكي يوقف إيران عند حدها أو عليها أن تسحب اليد وتجعل هذا الضد النوعي صفر قيمته صفر لكي تظهر النتائج التي رأتها أن إيران تغولت إيران وصلت إلى البحر المتوسط ثم نزلت إلى باب المندب أي عاقل يأخذ الأمور بالحسابات العلمية يرى أن هذا التغول ليس في صالح الولايات المتحدة الذي سيكون في صالح الولايات المتحدة وإعادة إيران إلى حدودها الطبيعية لكي تتصرف حين أذن كدولة ضمن دول هذا المحيط كله لكن عودة إيران إلى حدودها الطبيعية سيجعل الضد النوعي ليس بالضرورة في هذه الحكومة أو الحكومات الأخرى أو حتى العملية السياسية الحالية أي تغيير في العراق بالاتجاه الإيجابي سيعيد الضد النوعي لكي يعمل إذا ما انتبهنا إلى الإجابة دعني أكمل هذه إذا ما انتبهنا إلى الإجابة التي قالتها السفيرة الأمريكية رمانسكي قبل أيام عندما سألوهم هل ستغيروا قالت الشعب العراقي سيغير فهذا مؤشر أنه إذا ما أخذ الشعب العراقي العملية على يده هذه المرة وليس في تشرين وليس في قبل أظن بأن الولايات المتحدة لن تعمل على كبح هذا التحرك هذه هي المعادلة الكونية الموجودة في المنطقة الولايات المتحدة لا تريد أن تخرج من الشرق الأوسط الولايات المتحدة لا تريد أن تسلم هذه الممرات الملاحية المفاتيح في العالم لأعدائها كيف يمكن أن تسلم قناة السويس وباب المندب ومضي قرمز وكل هذه الممرات التي تتحكم حاليا فيها ليد أعدائها هذا الحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد تحجيم إيران إرجاعها إلى حدودها إلى حجمها الطبيعي حديث ربما نسمع منذ 10-15 سنة لكن في العراق نرى في كل مرة يدفع إلى رئاسة الحكومة إلى الشخص الأول في العراق إلى الحزب الأول الموال لإيران حتى انتهينا إلى حكومة الميليشيات الصرف الآن حكومة السوداني هي حكومة الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات فأين طروحات من أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد تحجيم إيران تقليم أظافرها تقزيم نفوذها وسطوتها نعم لك السؤال انظر إلى كيف تتصرف الولايات المتحدة مع الوضع الراهم في العراق الذي هو وضع ميليشيوي حقيقة الآن هذه حكومة ميليشيات بامتياز انظر كيف تتصرف الولايات المتحدة بشكل غير مباشر هذا هو سياق الاقتراب غير مباشر لأن هذه العملية السياسية هي التي خلقتها لا تريد أن تدمرها فيه لكنها تضغط من هنا وهناك لكي تحاول أن تعيد أنت يعني رأيت كيف كان السودان يستلم تعليمات السفيرة انظر إلى ترتيبات وجهه انظر إلى الانحكاس الموجود على وجهه إذن هناك أشياء تقوم بها الولايات المتحدة بسياق الاقتراب غير مباشر لكي تجبر الحكومة هذه أن تعيد العملية السياسية لوجهة النظر التي تصورتها الولايات المتحدة بما يضمن مصالحها الآن العملية السياسية خارج التصور الأمريكي تعتقد؟ نعم العملية السياسية الآن بهذا الشكل خارج التصور الأمريكي طبعا لا يمكن أن تقبل الولايات المتحدة بهذا النهب والسلب والقتل وباليشيات تستهدف السفارتها ومليشيات تضرب أربيل ومليشيات تضرب عين الأسد لا يمكن أن تقبل بها أشكرك دكتور مثنى هذا الحقيقة صناعة الوهم أو الخداع أو أنه التغيير قادم طبعا قوى العملية السياسية تتحدث عن مؤامرة أمريكية وصهيونية تستهدف النظام الديمقراطي في العراق النظام الأغلبية النظام الذي أنتجه الشعب العراقي تعتقد أنه سيكون طوق نجاة لهذه القوى السياسية من هذه الغضبة الشعبية هناك طبعا مؤشرات حتى إبلاس خار تتحدث عن انفجار شعبي قادم حديث عن مؤامرة وأن الأمريكيين والإسرائيليين وما أعرف منه يستهدفون ستنقذ هذه القوى السياسية وتعذرها ويعني تجد لها مبرر من هذا الفشل الذريع على كل المستويات خاصة الخدمات العامة في العراق يعني أنا بالحقيقة لي رأيي في هذا الموضوع وأنا أقول بأنه موضوعة الثورات الشعبية انتهت من فترة طويلة ولم تعود هذه الثورات التي نقرأها في التاريخ العربي أو التاريخ العراقي في الخمسينات والستينات عندما كان شباب صغار طلاب ثانوية وبدايات الجامعة يسقطون حكومات ويسقطون اتفاقيات مع بريطانيا وغيرها يعني هذا الموضوع انتهت هذه الرومانسية الثورية انتهت لم تعود موجودة اليوم لدى مو بس الشعب العراقي ولا شعب العربي وانما حتى في شعوب يعني العالم انتهى هذا الموضوع ثم أيضا هناك انتهت الايدلوجيات الايدلوجيات القومية والايدلوجيات اليسارية والماركسية وغيرها انتهت أيضا ولم تعود هناك أحزاب تحرك الجماهير بما كنا نقرأه عندما كنا صغار هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني موضوعة التحركات وهذا الزئير اللي نسمعه من أطراف العملية السياسية ومن فصائل المسلحة وغيرها في الحقيقة أنا أعوزه إلى شيء واحد انه ايران اتفقت مع الولايات المتحدة الامريكية على تبادل السجنة واطلاق مليارات طبعا المليارات ملياراتها لم تكرمها الحكومة الامريكية بهذا المليارات هاي فلوسها هذا أعطى مؤشرا على أنه هناك شبه انفتاح ايراني على امريكا ومعاكس امريكي ايراني لذلك تحركت ايران مصادر القرار في ايران صانع القرار السياسي في ايران لتحريك الميليشيات يعني لو ننظر اليوم ليس هذه التصريحات مقتصرة على الميليشيات العراقية والتحركات ووضع مقاومة الطائرات على البنايات في بغداد وغيرها من المناطق هذه لم تقتصر على العراق انظر إلى الحوثي كيف تحرك وهدد السعودية بإعادة مرة ثانية لقصف الأراضي السعودية انظر إلى تهديدات حزب الله هذا التوجه في الحقيقة التالك يعطي صبغة بأنه ما زال محور المقاومة موجودة ومحور الممانعة موجودة والموت لأمريكا والموت لإسرائيل لكنه في الحقيقة هناك مباحثات ما بين الولايات المتحدة وإيران يعني هذه التحركات كلتها أريد منها أن تعطي صفة بأنه ما زالت إيران هي حمية الشعوب الضعيفة وهي ملجأ لكل المظلومين والمقهورين وغيرها لذلك يجب أن لا نخدع بهذه التصدق الموضوع الآخر يعني أنا في الحقيقة لا أستسيغ فكرة أنه الولايات المتحدة الأمريكية قدمت العراق على طبقا إلى إيران الإيرانيين استخدموا وسائل خبيثة وسياسة ذكية جدا في مزاحمة الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة على العراق مستفيدين من قرب الموقع الجورافي ومستفيدين من الفكرة الطائفية التي نشروها في المجتمع العراقي وبذلك سيطروا سيطرتها تامة على العراق اليوم لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها أن تأتي برئيس وزاء يجب أن تتشاور مع إيران وهذا دليل على أنه إيران لديها اليد الطولة في العراق وليس الولايات المتحدة الأمريكية صحيح الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات لكنه اليوم الحروب هي ليست حروب تقليدية اليوم الحروب الهجينة اليوم الميليشيات الهجينة هي التي قادرة على إذاء القوات لذلك وجدنا واضحا جدا كيف أنه تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية لحماية قواعدها لحماية جنودها الحصول على ضمانات لجنودها هذا الأساس دكتور مصنع بايدن عندما أتى قبل أن يأتي كانت شعاره في الانتخابات هو التودد إلى إيران وكان يقول يجب أن نعيد إيران إلى موضعة الاتفاق النور وما لزال يراهن لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنه لديها اهتمام بالشرق الأوسط لكنه الاهتمام الأكبر منصب على المحيط الهندي وعلى الصين وبالتالي هي تريد أن لا تدفع كلها كبيرة في هذه المنطقة هي تريد أن تسلم هذه المنطقة إلى القوة غير العربية تركيا، إيران، وإسرائيل وبذلك هي تحاول هذه الدول لو نظرنا نظرة واضحة نجد بأن هذه الدول لديها مشاريع العرب الوحيدين هم ليس لديهم مشروع وبالتالي الغرب دائما يراهن على الذي لديه مشروع وليس الذي لديه مشروع أشرت إلى نقطة مهمة باختصار حتى لا نتجاوزها أن الولايات المتحدة أو أنت لست مع الرأي أو الفكرة القائلة بأن أمريكا قدمت العراق على طبق من فوضى أو ذهب إلى إيران ولكن إيران الآن لها اليد الطولة الكلمة الفصل في العراق موجودة في العراق طوعا أو كرها أمريكيا يعني بمكرهة أمريكا أم راغبة طوعا أمريكا العفو 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 أمريكا مكرهة على وجود إيران في العراق لأنه أصبحت واقع حال اليوم إيران نجحت الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في العراق لكنها لم تبني النجاح العسكري بما يناظره من نظرية سياسية أو من منظومة سياسية أو من منهج سياسي إيران لم تحارب لكنها بنت منظومة سياسية اليوم أنظر إلى إيران أين هي موجودة هي موجودة في كل مصادر القرار العراق أو أعتقد يعني دعني أصحح هذه الكلمة لا يوجد مصدر قرار صناعة قرار العراق هناك القرار العراق هو مصنوع في صانع القرار كل هياكل الدولة العراقية مجرد هياكل بلا روح وصناعة القرار موجودة في طهران وطهران موجودة في المرجعيات السياسية والمرجعيات الدينية والمرجعيات العشائرية وموجودة مع الأكراد وموجودة مع السنة وموجودة مع الشعر أشكرك دكتور رافع الدكتور مثلنا أشار إلى أن الحركات الثورية وسماها بالرومانسية قد انتهت وبالتالي فليس هناك من ثورة ستسقط نظام نتحدث الآن عن صناعة وهم إذا كان الناس في العراق يجب أن لا يعولوا على تغيير قادم من خارج الحدود الأمريكي وأيضا الحركة الشعبة غير قادرة على إحداث تغيير أو إسقاط النظام الطائف الفاسد إذن على من التعويل؟ من سيقوم بهذا التغيير؟ العراق المجتمع يتطلع إلى تغيير دعني بشكل سريع أقول لك أستاذ ماجد محترامي الشديد لما قاله الدكتور مثلنا هو رجل هذا رأيه وأنا أحترم رأيه وجهة نظرك نعم ولي وجهة نظر أخرى طبعا المحترم وأنا أحترم وجهتان محترمتان جدا وجهتان نظر ثورات الشعبية نعم سقطت الأيدولوجيات سقطت الأحزاب هذا صحيح لكن ثورات الشعبية لا تقوم فقط تدفعها الأحزاب يدفعها الظلم يدفعها الحاجة يدفعها الفقر يدفعها غياب الأمل وهذا ما موجود في العراق الدمار الحاجة يعني وجودها صفر كامل وصلت إلى مرحلة من اليأس الكامل فبالتالي تنفجر ولدينا يعني وهذه الثورات الشعبية لم تنتهي يعني هي مو رمانسية يعني لو عدنا سنوات قريبة يعني ما سمي بالربيع العربي ماذا حصل في مصر دعني من النتائج أين وصلت لكن هل الشعوب قامت وهددت أنظمة أسقطتها أسقطتها في العراق حتى في خمسة وعشرين شباط ألفين ودعش ألم تكون قادرة هذه الشعوب التي شعب العراقي الذي خرجه كان سيسقط في خمسة وخمسة مدينة نعم حتى في ثورة تشرين كان سيسقطها حتى دخول حتى ولو كانت ميليشيات لمقتدى الصدر عندما تدخل إلى المنطقة الخضراء بهذه الطريقة وتسقط المنطقة إذن أكوى قوى الشعبية بغض النظر عن الفكرة الذي يدفعها قادرة أن تفعل هذا الشيء والأمريكان مثل ما يقول تشرشيل يفعلون كل شيء خاطئ وبعد ذلك يفعلون الشيء الصحيح الأمريكان يقولون أنا سمعتها من عضب كونغرس وقلتها أربما سابقا سمعتها بشكل شخصي قال نحن إذا ما يعني حاصرتهم المنطقة الخضراء ولم تفعلوا شيء نحن يعني مع المالكي كان المالكي في وقتها يعكم أما إذا الشعب العراقي حاصل منطقة الخضراء وشالها لمنطقة الخضراء سنؤيد الشعب العراقي سنقف معه وهذا فكر الأمريكان هذا الفكر الموجود هذه واحدة الثانية أمريكا تعرف من البداية أن الأحزاب التي حكمت العراق ودخلت العراق وميليشياتها إيرانية إذن هي سمحت لإيران أن تدخل العراق إذن هي قدمت العراق على طبق من ذهب نعم لإيران هي كانت تعرف من البداية أن الفكر السياسي والأحزاب السياسية التي دخلت بالعمل السياسي ورعتها أمريكا كانت هي متربية في إيران وترعاها إيران تصرف عليها إيران وأول قوة كانت بدر وهي من إنشأتها وحمدها إذن هي قدمت العراق لإيران شكرا دكتور رافا دكتور عبدالوهاب هل يمكن أن تطور الأمور هذه التحركات إلى مواجهة مفتوحة عسكرية بين إيران وأمريكا في مواجهة قد توظف لصالح الوضع في العراق أقصد الوضع الوطني التوجه الوطني بس عندنا دقيقتي هل سمحت هو الجواب واضح وفيما إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران النتيجة ستكون في صالح الشعب العراقي أكيد هذا أكيد لكن السؤال هل ستستهدف إدارة بايدن إيران الجواب أنا أشك فيه لحد الآن وحتى مع إدارة جديدة إدارة أخرى إدارة أخرى الجمهوريون لهم فكرة آخر الجمهوريون قد يضربون محتمل بعدين لا تنسى أن إيران الآن في مأزق كبير داخلي مع شعبها نعم اقتصادي ومعاشي وجود طالبان على حدودها هذا أمر ينبغي عدم نفية وعدم إخراجه من المعادلة هذه اثنين مشاكلها هي الكيانة الصهيونية الكيانة الصهيونية يومية يضربها ويضرب قواته في سوريا دون رد فعل لا منها ولا من حزب حزن نصر إذن فيما إذا استهدفت إيران هو حقيقة إذا استهدفت إيران النتيجة ستكون في صالح الشعب العراقي شكرا جزيلا شكرا لضيوفنا في حلقة الليلة من برنامج طاولة التحوار وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وأيضا الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي للدراسات وأبحاث السياسة واشنطن وهنا أيضا في الستوديو كما نشكر ضيفنا من نيويورك الدكتور مطنى عبدالله أستاذ العلاقات الدولية كان معنا عبر سكايب كما أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة